موسيقى سيبدردين الجمودي رئيس اللجنة البرلمانية لمراقبة المال العام ومكافحة الفساد مسلسل القمح الأوكراني مازال متواصل بعد لقائكم الوزاري مع الفلاحة والتجارة والصحة اليوم زيارة ميدانية إلى ميناء سوسة ومعطيات جديدة في ملف القمح نعم شكرا بعد غموض المعطيات التي تحصلنا عليها من خلال مقابلتنا للسدر وزراء وزيرة الصحة وزيرة التجارة وزيرة الفلاحة وتضارب في بعض التصريحات من حيث الكمية والفازدة والمآلها كان لزاما علينا أن نتوجه إلى الميناء من أجل البحث في الموضوع بأكثر عمق مع مختلف الأطراف المتواجدة هناك توجهنا اليوم اتصلنا بمن يمثل مختلف الوزارات هناك وزارة الصحة والتجارة والفلاحة الجديد في الأمر أنه الكمية حسب ما صرح بها الخبير خبير المعتمد لده الشركة الموردة أن الكمية الفاسدة لا تتجاوز أربعة اثنان وأنه تم الاحتفاظ بها لده الموردة وأن بقية الكمية تم تحليلها طبعا حسب ممثل لوزارة التجارة يقدر قرابة ميتين وتسعين طن هي كانت مبتلة مفعول المطر ولكن الكمية الفاسدة لا تتجاوز أربعة اثنان وتم الاحتفاظ بها لده الجهة الموردة هذا من ناحية ثانية ترحنا عليهم سؤال عن مدى وجود رقابة صحية حول البضعة الموردة الإجابة لتلقيناها اليوم أنه لا توجد هذه الرقابة لأن البضعة هذه سيعد تصديرها نظام التوريد المؤقت لا يخضع حسب ما صرح به للرقابة الصحية هنا يترح سؤال مهم جدا ماذا لو تم ترويج هذه البضعة في الداخل الممثل لوزارة المالية في شخص ديوانة يقولون أن عندهم ضمان مالي هذا يخول لهم أن يرجعوا البضعة ولكن لا شيء يثبت أن البضعة التي سيوعى التصديرها هي تلك البضعة التي تم التشكيك في سلامتها سمحني فقط معتها بش نبدو المعطيات واضحة ماذا لو دخلت تونس كمية من القمح الفاسد ووقعت الرجوة في الداخل وعوضا عنها قمحنا الباهي اللي بيس عليه السليم هو ليقع تصديره من سيراقب بما أن البضعة التي دخلت لم يقع مراقبتها شكون بش يعرف النوعية وشكون بش يكون فيرمي اللي هي النوعية اللي دخلت صدقا حسب ما صرح به اليوم لا توجد أي الضمانات تؤكد أن تلك البضعة التي سيعد تصديرها هي نفسها التي تم توريدها بالتاريخ الفلاني كيف لوزير الفلاحة أن يؤكد أن له وفائق وشهائد تثبت سلامتها من المصدر وممثل وزارة الفلاحة في سوسة يقول العكس لا ما تماش اختلاف حول وجود وثيقة تؤكد سلامة القمح من المصدر لكن نحن المشكلة كما تروح هل توجد رقابة وطنية حول الواردات الغذائية وزير الفلاحة يؤكد وجود هذه الرقابة حتى اليوم بالنسبة لديوان الحبوب يؤكد أن كل شحنة ذات سبق غذائية يوردها ديوان الحبوب تأخذ على الرقابة وما يتم تنزيل الشحنة إلا بعد القيام بالاختبارات اللازمة وعننا مخابر على مستوى وطني ينجموا يختبروا فيها هذا بالسرعة المطلوبة ولكن للفت انتباهي اليوم ما يتصل بالشحنة الغذائية التي سيوعاد تصنيعها ستصنع من قبل معامل المطاح الموجودة على مستوى وطني ويوعاد تصديرها يقولون أن مثل هذه الشحنات لا تخذعوا للرقابة الصحية وهو أمر في رأيي مبهم غير معقول كيف نراقب شحنة الأغذية المعدة الاستهلاك الداخلي ولا نراقب ما هو معد التصدير لسببين أولا ما يصدر هو فيه صمعة البلاد يعني إذا كان هناك إشكال صحي ستضر من الاقتصاد الوطني وصمعة الاقتصاد في تونس والسبب الثاني لا يوجد ضمان أن تلك البضاعة التي لم تراقب وطنياً لن يتم ترويجها داخلياً يعني إذا كان فيها إشكال في علاقة بسلامتها ستستهلك دون رقب السيد الخبير قال أنجزة الاختبارات انتاعه في 19 سبتمبر أي بعد دخول القمح إلى تونس بـ 25 يوماً بالتمامي والكمال هكذا وليه؟ تقريباً القمح في تونس بالنسبة لشحنة جورج اللي جات على بخير جورج دخلت يوم 29 هو ينجم يكون إخذاع عينه بعد مغادرة الباخرة وهذا أكيد ولكن نتائج الاختبار حسب التقرير اللي تسلمت اليوم هو بتاريخ 19 سبتمبر والتساءل اللي يمكن يطرح هنا هل توجد ضمانة كذلك أن العينة التي تم اختبارها مأخوذة من تلك الشحنة الموردة خاصة أن الاختبار وأخذ العينة تم بعد إدخال البضاعة إلى الداخل شك شوكاً ما نفهمه شي نعم الموضوع لازال فيه نقاط استفام عديدة وهذا عليش نحن كلاجنا مزلنا مواصلين للبحث والتقصي حتى نصل للحقيقة دي نحن عرفنا كل الأطراف من المورد المورد هو جهة خاصة أنا أتحفظ على ذكر اسمها حتى ننتهي خاصة الموضوع شبه يعني التهمة غير مؤكدة مية بالمية مجرد ذكرها يجب أن يكون فيه تشهير بمؤسسة والإضرار بمصالحها حتى نكون في منأة عن أي تتبع في علاقة بالجانب هذا يوم نصل إلى حقيقة في سيرة بأي طرف سنعلم الجهات الرسمية وحتى الرأي العام لن نتأخر في ذكر اسم المؤسسة التي وردت سمحني فما مؤسسة معتها لا ترى من يعم في ذكر اسمها هل الوردة البيضة من بين الأطراف أم لا هي اخذين معها حوار وتبرأت هل هذا صحيح أم لا لا يوجد ضمن الوصائق التي بين يدي هذا الاسم متى الملف متاع الشحنة القمح ستكون من أنظار القضاء متى تحيلون الملف إلى القضاء عندما ننتهي من متابعة هذا الملف الأمر ما زال يطلب شوي وقت القمح إذا كان تم ترويجه تم استهلاكه بالتالي نحن نريد أن نصل للحقيقة حتى نتأخرنا نسبيا هذا مرتبط بوسائل عملنا بظروفنا التي نشتغل فيها ببعض الصعوبات في تلقي بعض الوصائق من بعض الجهات يعني تونستكملوا التحقيق متاعنا في أقرب الأوقات وسنطلع رأي العام في ندوة الصحفية بما توصلنا إليه من نتيجة ترجمة نانسي قنقر